السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب وكلكم تكونوا بخير نهارده ان شاء الله يا شباب هنحل شيت نومبر 22 قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب يلا بسم الله Choose the correct answer The outlier value of the following data set Is a outlier هتلاقي Number بعيد عن بقية النمبرز اللي قدامك value بعيدة عن بقية ال values اللي قدامك عشان كده بنقول عليه outlier تعال نبدأ نبص كده انا معايا 24, 25 21, 22, 7 21, 23 واخد بالك كلهم 20, 20, 20 الا مين 7 يبقى هو ده ال outlier بتاعي متفقين بعد كده بيقولك which of following data sets hasn't any outliers مين من ال data set اللي قدامك دي ما عندهاش outlier لما تيجي تعمل represent ال data دي هتلاقيها كلها متجماعة كده في حتة واحدة يمين او الشمال لكن مفيش outlier في الموضوع طب تعال نبدأ نبص كده 103, 104, 105, 103, 102, 17 ده outlier لأ دي كده عنده طيب 300, 309, 302, 303, 305, 306, 300 and 8 او دي ما عنديهاش دي كلها بص كده النمبرز بتاعتك كلها موجودة بتوين ايه 300 و 300 and 9 يعني كلها تعتبر جنب بعضة او هنا مفيش hasn't any outlier لو نزلت تبص على الباقيين بص كده كلهم 20 لكن هنا في 200 and 4 بعيد اهو outlier تعال بص هنا 4, 211, 212 ده أنا من غير ما كمل الفور ده outlier وروح الناحية التانية كده ده كمان في 1000 يعني ال set of data دي عندها 2 outliers مش 1 outlier عندها 2 outliers تمام يبقى انت لما هتبص كده هتلاقي ال data بتاعتك او ال values اللي موجودة معاك قريبة من بعضه استعادت هقول ان ال set of data دي hasn't outlier متفقين يبقى اللي اختيار بتاعنا كان هو ده اللي بعده the mode of the following data set is ايه طب احنا متفقين ان المود ده هو ايه هو value has the most frequency اكثر تقرارا هتلاقيها تقررت قدامك كتير كتير وانت عمال تقرأ ال numbers اللي معاك طب تعالا نبدأ نقرأ كده 3, 4, 5, 3 3 بدأت تقرر اهي 5 5 اهي كمان بدأت تقرر 7, 5 5 بتقرر تاني 9 5 بتقرر تالت 2 خط بالك كده 5 متقررة كم مرة متقررة 3 مرات يبقى هيا دي المود بتاعي 5 متفقين يبقى تاني خليك فاكر mode هتدور مين ال number اللي اكتر مرة تكرر في ال data اللي قدامك ساعات هتقولي ان هو ده المود بتاعك متفقين in the equation x equals 4 y plus 3 the dependent variable is aim بيسألك على مين dependent يبقى ال x طبعا ال variable اللي قاعد لوحده هو ده اللي بسميه dependent تمام اما اللي قاعد بقى بعمله plus أو minus أو multiply هو ده اللي independent بتاعي متفقين يبقى بالنسبة لل equation اللي قدامي هنا variable independent بتاعك هو مين ال x خليك واخد بالك لان انت دايما كنت بتاخدها y equals مثلا x plus 2 y equals x multiplied by 3 y equals فكنا على طول كده دايما نقول ان ال dependent بتاعنا هو ال y هو هنا عكس لك الكلام يبقى انت لازم تبص كويس على ال equation اللي قدامك انت مش حافظ انت فاهم ان ال variable اللي لوحده في ناحية من ال equal لوحده هو دوت اللي بسميه dependent متفقين بعد كده بيقول لك which box plot represents the data set ومدي لك data set بالمنظر ده ورسم لك 4 box plots عشان تقول مين من الرسمات دي هو اللي يعبر لك عن ال data set اللي قدامك طب علشان احلها انا محتاج ايه يعني انا اقول ازاي يا ميس انهي رسمة منهم هي ديت اللي بتعبر لي عن ال data set عشان تحلها لازم تقول مين هم ال five numbers اماري بتوعك انا نقلت لك اهو ال data set برا مين هم ال five numbers اماري بتوعك ما هو ده الف به عشان ترسم بوكس بلوت لازم تكون عارفهم مش كده طيب لما كتبتهم كده تعالى نعد نشوف عدد ال numbers اللي قدامنا او ال values اللي قدامنا دي even ولا اود عد معايا one two three four five six seven eight nine ten eleven عددهم ايه eleven يبقى اود صح كده معنى كده ان ال median هو ال value اللي موجودة في النص بالزبط طيب اللي موجودة في النص بالزبط اللي هي فين اللي هي ال eight اشمعنا قلتي ال eight عشان لو ما تبص على يمين ال eight عدد كده في كم value one two three four five طيب بص على شمالها في كم value one two three four five هنا في five values وهنا في five values تمام يبقى بالنسبة لي ال eight ده هو ال median وخد بالك ان هو ميدي لك ال values اصلا مترتبة مترتبة in and ascending order يعني انت مش محتاج ترتبها يعني بص two وبعدين طلع الفور وبعدين هو مرتبها لك اصلا جبنا الميدي طيب المينمم اول value الصغيرة بتاعتي دي دي المينمم طيب والماكسيمم اكبر واحدة دي ماكسيمم احنا كده لحد دلوقتي ايه معانا سريئة هوت من ادي واحدة اثنين ثلاثة ناقص لك ايه ناقص لي اجيب وكيو وكيو طيب حط ايدك كده خبي الميديان عشان نحدد كيو وان من النمبرز دي مكسيمم طيب عدد معايا النمبرز اللي قدامك دي عددها ادي وان تو سري فور فايف عددهم فايف بعدما عددهم فايف يعني اود نمبر يبقى كيو وان هو النمبر اللي موجود في النص كيو وان هو النمبر اللي موجود في النص بالنسبة للنمبرز اللي قدامك دي مين النمبر اللي موجود في النص بالنسبة لهم هو الفور ده يبقى ده بالنسبة لي تمام طب برضو خبي هنا هو وعد اللي هنا هتلاقيها برضو زي اللي هنا طيب قد برضو نفس الكلام بص نفس الكلام ازاي تعال نجيب اللي هو مين برضو اللي موجود في النص مين موجود في النص قدامك بص كده علي منها وعلى شمالها في 2 values يبقى هي دي عدة معايا كده جبنا جبنا صح كده تعال نروح نبص بقى على الرسمات اللي هو رسمها ونقارن بينها وبين اللي معنا وبناء علينا اخد قررنا مين الرسمة الصح اللي بتعمل متفقين طيب اول واحدة معاك المينمم 2 والماكسيمم 14 تمام 2 و 14 والميديان بتاعك 8 تمام بالنسبة لQ1 بتوين الفور والسكس يعني 5 احنا عندنا Q1 ايه 4 اهو يبقى مش هي دي مش هي دي اللي احنا بندور عليها يلا التانية ها المينمم 2 الرسمة واضحة معاكم تمام والماكسيمم 14 اهو 14 بردو طيب والميديان بتاعي 8 الميديان 8 تمام Q1 بفور Q1 عندي بفور اهو طيب و Q3 انا عندي بناين بص كده عندي Q3 بناين هو عامل Q3 بتن يبقى مش هي دي ما تستعجلش يبقى انت ما تستعجلش متفقين تعالوا نبص على الرسمة اللي بعدها ها هنا هوت المينمم بتاعي 2 المينمم عندي 2 تمام الماكسيمم بتاعي 14 عامل لي الماكسيمم 14 طب الميديان عندي 8 الميديان عنده 8 طيب Q1 عندي بفور Q1 عندي بيشاور على فور طيب Q3 عندي بناين Q3 عندي بناين بين الات والتن يعني ناين يبقى هي دي شفت جبنها ازاي يبقى انت حددت ال5 number summary بتاعتك من وانت طبعا فاهم رسمة البوكس بلوت بتاعتك بتترسم ازاي تمام معاك 5 number summary ابدأ قارنهم بالرسمات اللي معاك لحد ما تقول هي دي اللي بتحقق لي 5 number summary اللي ايه اللي انا طلعتهم ودايما زي ما احنا متفقين معاك ورقة وقلم وبتطلع شغلك برة وبتبص عليه كده وبتكتب بيدك وبتضرب نفسك المذاكرة الماس لازم معاك فيها ورقة وقلم ما ينفعش ابدا ابدا تقول انا هاعد اذاكر مس وانت قد تبص بعينك كده وخلص انتهى الموضوع لازم ايدك نفسها بتتدرب يعني ايدك نفسها وهي بتحل بتتدرب بتاخد خبرة والله ازاي يعنيك بالزبط كده متفقين؟ طيب تعالوا نبدأ السؤال اللي بعده بعد كده بيقل لك complete the following زمين of the following data set is a عايز المين اوكي انا عندي قانون المين بيقول لك sum of the values over the number of values حليك فاكر sum of values over number of values sum يعني هناخدهم نجمعهم يبقى انا معايا 9 plus 11 plus 20 plus 15 plus 5 over عددهم قد ايه 1 2 3 4 5 over 5 الكلام ده equal 9 plus 11 7 يبقى 20 20 plus 20 40 وهنا كمان في 20 يبقى 60 60 over 5 60 over ايه 5 او divided by 5 طبعا equals 12 يبقى المين بتاعك equals 12 متفقين؟ بعد كده بيقول لك مين هو is the better measure of center of data set with no outlier value لو انت ما معاكش outlier value يبقى مين is the better measure مين افضل قياس ليك؟ هقول له زمين ولو معاك outlier هتقول median لو معاك outlier هتقول ان المدين هو افضل قياس ليها متفقين؟ طيب تعالى نبص على بعده the mode of the opposite data set is a تعالى نبص كده هو رسملك ايه؟ رسملي dot blood زي ما انت شايف والمود بتاعك هو مين؟ هو value that has most frequency اكتر حاجة بتتكرر تعالى نبص هنا مين اكتر واحدة عندها dot's طبعا واضح جدا انها ايه؟ 14 تمام؟ هنا بعد كده بيقول لك from the opposite paragraph the number of students who didn't prefer yellow ركز who didn't بص كده النفي ده didn't prefer yellow color is a هروح هنا كده اه اللي مش بيحبوا اليلو دول يبقى هم اللي اختاروا red او البلو او الجرين صح كده؟ لكن مش هشوف بقى اليلو عنده ايه؟ لان انا بدور مين اللي مش بيحبوا اليلو يبقى اللي مش بيحبوا اليلو اختاروا قلوان تانية صح كده؟ طيب red عندي six plus blue عندي five plus green عندي four تمام؟ الجرينة هوت بيشاور لك على number four طيب six plus four ten ten plus five fifteen يبقى number بتاع اللي مش بيحبوا او مش بيفضلوا يلو يبقى هتروح تبص على اللي اختاروا الالوان التانية اما لو سألك number of students prefer يلو اللي اختاروا اليلو هتروح تبص اليلو ساعتها بيشاور على ايه؟ هتقول three تمام؟ بعد كده مندي لك اكسبريشن وعايزك تعمل له evaluate طيب طبعا انت عينك لما بتبص دايمان كده بتبص from the left to the right عينك بتبص كده اولا يعني بعد كده لقيت اقواس اوكي يبقى انا هخش اشوف الاقوز ده جوا ايه؟ طيب لقيت three power two يبقى انا اول حاجة لازم ازبطها exponent بتاعي three power two يعني three multiplied by three three by three equals nine بص كده هفتح القوز بتاعي يبقى انا معي nine plus four وكمل divided by thirteen واجي equal تانية هون معي الاقواس لسه يبقى لازم اخلص برضو لجوه القوز nine plus four يعني thirteen كمل divided by thirteen thirteen divided by thirteen equals one خلصت متفقين؟ طيب السؤال الى بعدهم هنا بيقولك by using the following dot blot what is the best measure of central tendency then find it تمام؟ تعالى نبص كده على dot blot اللي قدامي اول معينك تشوف ان dot blot اللي قدامك عندها outlier outlier اهو وعندك داتا متجمعه في نحية واحدة هي يبقى the best measure of the central tendency is ها؟ انا متوقع انكو بتردوا معي وبتقولوا median والله انا متوقع كده يبقى هنا median مدام عندي outlier outlier اهو وعندي الداتا متجمعه في نحية واحدة يبقى best measure is median ده اولا طيب بعد كده بيقولك زين find it انا عاوزك تقولي الميديان هيكون ايه؟ طيب تمام طبعا مش هفضل اقولك بقى تعالى نفضل نحرك في ايه؟ في الدوتس يمين وشمال لغاية ما تقولي الميديان ايه؟ لا طبعا مش هعمل كده امال ايه؟ تعالى نطلع ال values اللي موجودة قدامي على الرسمة دي تعالى نطلعها ونكتبها برا انا موجود قدامي five اهي مرة واحدة بس وبعد كده همشي كده عندي موجودة مرتين اخد بالك انا وانا بكتب اصلا انا بكتب والداتا بتاعتي مترتبة يعني بعد كده معايا سرتين سرتين السرتين متقررها تلت مرات اهوة كتبتها تلت مرات بعد كده معايا فورتين متقررها اربع مرات تبقى فورتين 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 كتبت الديتا بتاعتك ايوة كتبتها تعالى نعدها ونشوف عددها even ولا اود عد معايا one two three four five six seven eight nine ten عددهم ten even تمام طب انا عايز اجيب الميديان بتاعي اعمل ايه؟ روح بص على ال two values اللي موجودين في النص two values اللي موجودين في النص طيب تعالى نبص كده على two values اللي موجودين في النص هم دول السرتين والسرتين دول هم اللي موجودين في النص عرفتي ازاي؟ عرفت عشان لما هتبص على يمين ادي one two three four عندي four values بص على الشمال one two three four عندي four values طب انا عايز الميديان بقى بص كده سرتين بلاس سرتين ديفايدت بايد تو ايكوالز سرتين بلاس سرتين يعني سيكس ديفايدت بايد تو ايكوالز سرتين وعلى فكرة لما تلاقي two numbers اللي موجودين في النص اللي انت اخوخدهم علشان تجيب الميديان منهم زي بعض الميديان بيطلع نفس النمبر ده نفسه يعني بص انا لما حسبتها جمعتهم وعملت زي ما احنا متعلمين القانون بتاعنا الداني ايه الداني سرتين زيهم تمام؟ فانا بقولك لو لقيت اللي موجودين في النص وانت عايز تجيب الميديان بتاعهم زي بعض خد واحد منهم وقول ان هو ده الميديان بتاعك سرتين تمام؟ اللي في النص هنا بينهم لما جمعهم وقسمهم هيفضل سرتين زي ما هو تمام؟ طيب هروح اكتب له هنا زي نفاين ديت خلاص انا لقيته ان هو بايه بسرتين تمام؟ طيب بعد كده اخر سؤال معينا في الشيط ده بيقولك الفاليو دي عبارة عن ايه؟ كبلس وان كبلس تو كبلس فايف كبلس فور كبلس سري يعني الميديان بتاع الفاليوز دي سرتين تمام؟ زين فايند زا فاليو اوف كي حاضر الاول بص على الفاليوز اللي قدامك السؤال ده مهم 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 وسؤال امتحان يعني اكيد اكيد اي حد كده بيحط امتحان هيجي في دماغه يحط السؤال شبه ده تمام؟ ولازم تبقى فاهمه كويس اوي طيب تعال نروح نبص على الفاليوز اللي هو كتبهالي اول حاجة عشان بتجيب الميديان بتعمل ايه؟ يميز برتب الفاليوز برتبها هو كتبهالك مش مترتبة خد بالك كده ما هو كبلس وان كبلس تو كبلس فايف كبلس فور كبلس سري اكيد ده مش ترتيب يعني كبلس فايف مش هيبقى اصغر من كبلس فور صح ولا ايه؟ طيب تعال نرتبهم بقى يبقى انا هبدأ بكبلس وان اهو كبلس وان بعد كده كبلس تو بعد كده هيجي كبلس سري بعد كده هيجي كبلس فور وبعد كده هيجي كبلس فايف انا رتبت الفاليوز بتاعتي معك كم فاليو نعد ادي وان تو سري فور فايف انا معايا فايف فاليوز يبقى الميديان بتاعك هو النمبر اللي موجود في النص مين النمبر اللي موجود في النص قدامك؟ يميز كي بلاس سري ده اللي موجود قدامي في النص اهو برافو بص كده على يمينه فيه تو فاليوز بص على شماله فيه تو فاليوز تمام؟ طب هو بيقول لك بقى ان الميديان ده اللي هو كي بلاس سري ايكوز وكاتب لك هنا از ايه سيرتين الميديان بسيرتين اهو يبقى ايكوال سيرتين بتقدر تقول لي الفاليو بتاعت كي؟ اميز ده نقدر اقولها مين تلي وقدر احسبها زي ما بعمل واقدر اعملها بمين طريقة كأني بقول لك ايه النمبر اللي لما تجمع عليه سري دي لك سيرتين طبعا تين تين بلاس سري ايكوالز سيرتين ده مين تليهو يعني بدماغك كده خلاص يبقى كي بتاعتك ايكوالز تين عشان تين بلاس سري ايكوالز سيرتين واضحة يبقى لما يدي لك بالمنظر ده وفيها ويقول لك قل لي بقى الفاليو بتاعت الفاريابل ده ايه او القنون ده ايه الحاجة اللي انا مش عارفها ده ايه اول حاجة تعملها رتبهم رتب تأكد ان هو مرتبهم لك ولا لأ لو مش مرتبهم انت رتبهم ووضع طبيعي بص كي هي كي هي كي هي كي هي كي يبقى البداية هتيجي one plus one وبعدين plus two بعدين plus three وبعدين plus four وبعدين plus five ده طبيعي ده طبيعي مش محتاج يعني بعد كده شوف مين هو الميديان بتاعك فالميديان الفاليو اللي موجودة في النص اللي هي كي بلاس سري خده بقى وابدأ واخل ان هو ايكوال النمبر اللي هو ميديه لك هو ميديني سارتين فبقى كي بلاس سري ايكوالز سري حدفك انا عايز الفاليو بتاعت كي دي طب ده بدماغك بتقدر تحسبها زي ما اتفقنا ايه بلص ري ايكوالز سيرتين تن يبقى شيل الكي وحط تن يبقى الكي بتن متفقين؟ خلص الشيط بتاعنا وما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بضهر الغيب وتكتبولي تعليق حلوة تشجعوني بي اكمل معكم لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد سلام عليكم